مارون بغدادي من أبرز المخرجين بتاريخ السينما اللبنانية خسرناه بحادث مؤسف عام 1993 واليوم بعد مرور 20 سنة على غيابه جمعية نادي لكل الناس عم بتنظم تكريم لها الشخصية المميزة فرصة استثنائية حتى نتعرف عليه أكتر وعلى أعماله اللي يمكن ما نشافت كتير عبر السين ولكن أكيد تركة بصمة كبيرة بتاريخ السينما اللبنانية برحب بزوجة المخرج الراحل مارون بغدادي سيدي سوريا خوري بغدادي أهلا وسهلا فيك ومن جمعية نادي لكل الناس برحب بسيد نجا الأشقر أهلا وسهلا فيك رحب بلش معك سيد نجا السينما اللبناني أو تاريخ السينما اللبناني شبه مهمش عنا بلبنين وجمعية نادي لكل الناس من الجمعية الأليلة اللي بتهتم بهالموضوع خبرنا أكتر عن عملكون وعن إشها اللي بتهتموا فيها نحن يمكن كمان تأسسنا أو طلعنا مع الناس ومع الجمهور التنمائي تحديدا لأنه في فراغ بهالشي وحسينا أنه في جيل مثل يعني المخرج مارون بغدادي وبرهان علوية ورندة الشهال يعني عندهم أعمال كتير مهمة تصور أعمال ما أخذت حقا يمكن ما أخذت حقا وما أنا عارضت بسبب ظروف الحرب وبسبب أنه ما في أرشيف لألون نحن يعني من فترة مبلشنا بالألفين وخمسة مع المخرج ببرهان علوية كفينا مع كريسيان غازي مع جان شامعون وصلنا مشروع مارون بغدادي كان كتير دقيق وصعب مع سوريا أتكر قعدنا بالألفين وستة ليش اخترته المخرج الراحل مارون بغدادي وليش بهالوقت بالزيت اخترته أنا شخصيا أنه بحب أفلامه ونعرض بمسرح بيروت بذكر وفاته ب93 بعد شهرين من وفاته وكنت صغير وحسايت أداهي بتلامس يعني مشاعرنا الخاصة والتي بتبحث عن وطن عن المواطنية بالبلد ومن وقتها صممت يعني كانت بعدي بالدراسة إنه لا تأسسنا كجمعية بالثمانة وتسعين والألفين واثنين عملنا شي في ذكرى عشر سنين على وفاة مارون بغدادي عرضنا أفلام روائية وكان كتير حدث وبعدين صرنا بالألفين وخمسة عم نهتم بالأرشيف إصداره نعم ست سورية حادث وفاة زوجك كان صدمة للجميع وكان بعز عطاءه بوقتها قدم عمل كتير مهمة عبر السنين ويمكن عمل من شافت كتيره هلأ رح نحكي عن الأسباب اليوم بعد مرور عشرين سنين على غيبه شو أهمية ذكرى أو تكريمه هلأ هيل أهمية مش أنه اليوم يتصير تكريم يتصير بشكل أنه يكون أفلامه موجودة يعني مثلا إجد فترة ديما نبقول هالقصة أنه إذا أنا بدي فرجي أفلام مارون لأولادي ما فيها يعني ما عندي كاستات ما عندي شي يعني بوقت التوفى ما كان فيها دفديات نعم دونك ما فينا نشوف أفلام وحتى نحن يعني من خلال هالتكريم أو من خلال هالمبادرة قدرتوا تجمعوا أعمالوا يعني تجمعوهم بما كان واحد حتى تتمسكوا فيهم وتحرصوا عليهم يعني هذه أخذت خمس سنين حتى اتصلنا بكل الأماكن اللي موجود فيها النيجاتيف ونظفنا ورممنا الأفلام لها السبب لأنه بعرف المشروع فكرة المشروع بلشت بالألفين وستة لها السبب طولت أو طول هالمشروع حتى شايف النور لأنه فيه أمان كتير لأنه حرصنا أنه نطلع المشروع بكامله نطلعه إذا بدك بمثل حكية سورية لأن التنظيف صار مش بلبنان كمان برا وكان فيه أشخاص يشتغلوا مع مارون كمان كان فيه على الصلة نظلنا معهم لأنه يعرفوا أكتر فترة الحرب كان صعبة ما فيه أرشيف نحنا بتاريخنا مش مكتوب حسب هيك حبانا نأخذ وقتنا وظروف بلبنان بتعرفت نحنا من 2005 إلى هلأ يعني الأحداث في لبنان ما بتهدأ والمشروع كان مكلف يعني تمويله كان كمان هيدا كان عم نشتغل بإمكانات بسيطة كبر المشروع شوي شوي ونحنا فينا نقول هلأ فيه كفراء الوثائقي والروائي وفيه كتابان نعم كتاب لأكتاز براهيم العريس وكتاب نص الأخير لفيلم زوايا ما تصور حسن داود باللغة العربية ومرون بغداية باللغة الفرنسانية هالتكريم رح يتم بمسرح المدينة ابتداء من بكرة عشر حزيران ورح يستمر لنهار السبت وبيتضمن عدة تنشطات تعطينا لمحة سريعة عنه نعم نبدأ بالمعرض الساعة 8 الابتتاح 8.5 معرضة لصور لإله عبر سنين الصور الأفلامو وصور خاصة صور من حياته الشخصية 8.5 نبتتح بالصالة الكبيرة بمسرح المدينة نعرض فيلم المخرج عند حدود الواقع لمرونة نيسر ونحط أول فيلم لمرون بيروت يا بيروت مع كواليسو اللي نفذوا النادي الثاني يوم بلش بالندوات 6.5 للجمعة كل يوم ندوات بلت 6.5 لثمانة وعروض الأفلام دائما ندوات مع شخصيات وأشخاص عرفوه لسيد مرونة عصروا أو كتبوا أفلامه أو أو اشتغلوا معه أو اشتغلوا معه يعني فينا نذكر إذا بدك ده معنا وقت حسن داود فواس رابولتي طبعا ما نذكر للألقاب سامير فرنجي إبراهيم العريس ناديم جاريورة بير أبي صعب سوريا بغدادي يعني معرض مستمر لكيفة أعماله ومن حياته المهني والشخصية كمان راح تعرضوا عدة أفلام لإله خلال هذه الفترة وكمان أكيد نذوات عن حياته مع أشخاص عيشوا أو بحبوا أعمالوا مهرجين بيت الدين كمان راح يقدم تحية هالسنة دا للسيد مرون بغدادي هيدا المعرض أنا عمشتغلها عليه صغالي شي شهرين ورح أكيد يضمن صور أكبر يعني الحجم حيكون أكبر والستركتور تبعا المعرض حتكون مختلفة كمان من الأعمال المميزة لإله هالسنة كان فيه تكريم لإله بمهرجين كان السينمائي وحضرتك أنت موجودة سيد سوريا نعم خبرين عن هالتجربة هالتجربة؟ نعم كان موجود نفس؟ هلنا تقدير عالمي يعني تخطينا الحدود اللبنانية والعالم كله يمكن أو هالمجيل كله المتخصصين فيه عم بيقدروا وكان فيه أشخاص عرفوا مارون من خلال السنين نعم وأنا ما كنت بعرفون هالأشخاص إنه أدوا تحيي وتموانياج أستعد فيهم كتير أول فيلم قدمه بتصور بالأربعة وسبعين وعلى مدى حوالي عشرين سنة قدم أكتر من 22 فيلم بين رواقي وثائقي كمان وأعمال تلفزيونية أعماله تميز بأسلوبه الخاص أسلوب بيئي بذكرة الناس ذكرة الناس لغاية اليوم حضرتك مش بس زوجة سيد سوريا كمان مثلتي بأحد أفلامه حروب صغيرة كنت بطلة بها الفيلم كيف كان الشغلة تحت إخراجه؟ وكيف تحب الناس تتذكروا اليوم؟ أكيد أنا يعني هيك تعرفت عمرون وتعرفت على السينما ما كانت أول ما كان عندي اختبار كنت رؤس مع فرقة كراكلا نعم دون كيف كانت التجربة؟ أكيد كانت كيف ستأسست حياتي الأدولت منورة هالفيلم يعني تغيرت إشياء كتير بحياتي والشغل مع مارون هذه كانت أول تجربة لإليه يعني يعطاني حب السينما فينا نقول هيك وشجع كتار حتى يخوضوا هالمجال على كل بتأمل يستفيدوا منها الفرصة بذكر أنه التكريم رح يبدأ بكرة على مسرح المدينة ومستمر لنهار السبت وذكرها أكيد أو أعماله رح تتخلد أو ذكرها رح تتخلد من خلال أعماله اللي ما قدر يمحي الزمن وبتأمل يستفيدوا منها الجيل الجديد من السينمائيين والمخرجين كمان وانشاء الله بيكون هيك نشاط مميز أهلا وسهلا فيكم وقف أسيرة مشاهدين ومتابع